بولوس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس اصحاح تسعة رسالة كورنثوس اصحاح تسعة من اول العدد تمنتاشر انا ما جبتش بقى لا من اول كمان سبعتاشر ناخده سبعتاشر خلاص شوف كده بقول ايه النص بقول بقى رسالة بولوس الاولى لاهل كورنثوس اصحاح سعتاشر الى عدد سبعتاشر بيقول لي فانه ان كنت افعل هذا طوعا فلي اجر ولكن ان كان كرها فقد استؤمنت على وكالة ايه فانديم بولوس بيقول للمسيحيين اللي معتقدين ان هو ان هو مسيحي بيقول ايه انا استؤمنت على وكالة واخد وكالة ايه الوكالة اللي واخدها بولوس من اله المسيحية نبي بالوكالة يا فاند كمل كده فما هو اجري اذ وانا ابشر اجعل انجيل المسيح بلا نافقة ايه هو كمان عايز نافقة هو انت هو كمان ده بولوس عايز نافقة تاني تاني اذ وانا ابشر اجعل انجيل المسيح بلا نافقة بولوس كان عايز نافقة يعني ولا ايه بس مش دي المشكلة ايه المشكلة بقى تسمع بولوس بيقول ايه حتى لم استعمل سلطاني في الانجيل يا خبرة بيضة انت كمان لك سلطان في الانجيل ايه ده ايه يا جماعة ده ايه ده ايه المكتوب ايه اللي انا شايفوا ده ده نبي من الله يجعل سلطانه في انجيل الرب بتاعهم الناس اللي بتقول انت بيقطع مشكلة عندكو يا جماعة اخرجوا ادخلوا تاني تمام السلطاني في الانجيل فاني ان كنت حرا من الجميع ايه استعبدت نفسي انت كمان عبد كمان استعبدت نفسك للجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين ركز كده استعبدت نفسي للجميع ايوة لاربح الكثيرين ازاي يبقى بولوس عبد الله لوحده ازاي بولوس يبقى عبد لله وحده وهو بيقولك كده استعبدت نفسي للكثيرين دي النقطة رقم واحد النقطة رقم اتنين مش بتلاقي نصارك تيري يقولك احنا مش عباد احنا مش عبيد احنا مش عارف مين ده از كان رسولكو بولوس اكبر رسل المسيحية استعبد نفسه للجميع صار عبدا للجميع عشان يربحهم صار عبدي ليه عشان كل ده مكنش عايز متعة وكل ده مش عايز نفقة وكل ده عشان سلطانه ما يتحطش في الانجيل سلطاني ها سلطاني ها